هاي لكل المشاهدين اللايفي اللا عم بتابعونا اليوم من وين ما كنتوا عم بتابعونا اكيد مكملي معكم بفقرية البنستال اليوم رح نحكي عن نوعية الكاونتر اللي لازم نقيا بالمطابخ نوعا وقت بمشكلة منكونوا محمسين على الوين معينين على شكل معين مننا اكاونتر بيكون منو مناسب للمطبخ بيصير عليه بقع ما بيضاين ما بيكون ماتيري الخرج كيف بدنا نعرف شو لازم نقيا على اي ستايل نمشي شو هنا الاشياء اللي لازم نعرفهم كالتبس بالبداية رح نتعرف عليهم اكتر مع الانتيرير اركيتكت مونيكا سعادة هاي مونيكا هاي باميلا كيفك اليوم سبا المطبخ شوي عم بحكي عنه اكتر بفقرية البنستايل عم جاري بركز عليه لانه فيه كتير ديتيلز يعني من الشقفة من البيت اللي قد ما تحكي عنا بتحس انه ما بيكفي لانه بدك الاضاءة والتهوية تعرفي ما بدك تحطي المجرى والبراد والكاونتر من كل شي عم نجرب نحكي من الالوان للستايلز لكل شي فينا نعمله بالمطبخ اليوم بدنا نحكي عن الكاونتر اللي هو شقفة كتير مهمة واساسية ليكون عنا ضيان وضيع عنا المطبخ وما يكون عنا شي مبقع شي ملزق وشي هيك ما نروح دغري على الستايل وعلى الشكل والالوان نكون اوار اكتر بالاول شو بدنا نعمل فخبرينا اكتر شو ان الانواع الماتيري اللي فينا نستعملون شو الانصب انه يتاخد كيفينا اللي بقون عبعض خبرينا شوي اكتر بعملها مثل ما انت قلت المطبخ هو بارت كتير مهم من البيت المطبخ هو السنتر تبع البيت عطول جوعانين بدنا نكون بالمطبخ معصبين بالمطبخ مبسوطين بالمطبخ وماين لي كل شي بيصير اراند المطبخ سوه it's very important نكون عم ننق المطبخ طبعنا بكل الماتيري اللي استابعوا يكون بناسب مع المودة في طبعنا طريقتنا بالحياة طريقتنا بالطبخ طريقتنا بكيف منكون نحنا بقلب بيتنا كيف منرتاح كيف منحب سو بيزيكلي في عنا كزا نوع ماتيري اللي نستعملها كا كونتر طب المطبخ في عنا الجرانيت في عنا الرخام في عنا الستينل ستيل هلأ عم نشوف في عنا اللامينيتد سورفسيز فينا نستعمل كونكريت بيقولولي كونكريت بطون معقول نستعمل بطون ايه معقول ايه مش غلط اكتير عم بيدرج هلأ الاندستريال الاندستريال لوك حتى بالمطبخ هم يمشي الاندستريال شوي اكسريم لان يمكن ان مونيكا مش الكل بيستوعب انه يحط هيدا اللون او يكونوا هيك بس يات كمانا فينا نفوت بالكونكريت وينعملوا شي دير من داره يكسر من شكل البطون ديفينتلي هلأ اليوم فينا ماكون المين كاونتر تبع المطبخ بس فيها تكون الايلند مترح ما بنقعد ناكل تكون هي كونكريت سو في الود البوتشيرز بلوك يلي هي بيستعملوها اللحام متل الكوتينج بورد الخشب فيها تكون هي كاونتر كمانا سو بايزيكلي ديبانز على شو نحنا منحب هلأ فيه للضيان اكتر الشي في عنا الجرانيت في عنا الماربل يلي هني اذا بدك مش بس للضيان يلي هني اكتر شي ناتشرل وبيعيشوا ماربل بتحسي خارج مطبخ الماربل الماربل خارج مطبخ بالناحية شو بديك تنقى الوان لانه الماربل it is very unique it is delicate بس it can be sealed هو it is بورس يعني فيه مسام وفتحات اكيد بيكون بيفوت عليه اكتر بكتيريا بيفوت عليه مي بيدبغ بس اذا منستعمل السيلنت المظبوط ومننتبه على طريقة استعمالنا للمطبخ للكاونتر توب منقدر نحافز على عمر اطول للماربل انا برأيي بالمطبخ لكن اذا بتشوفي مثل ما حطى انت كا داكوريشن اذا بتحطيه مثلا ورا شي ما يكون هو على المين كاونتر او الطاولة اللي عم تستعمليها لتشتغلي لتقصي لتطبخي لتحضر كل شي اذا بتحطيه مثل ما باين بالصورة القولانينة ورا المجلة كحيات كا داكوريشن انت يكسر شوي يمكن بيعطيك فخامة بالمطبخ تكون هو المين يمكن مية بالمية sometimes انت you need to have a statement بالمطبخ يعني اوقات انو المطبخ ليه بده يكون دال ليه بده يكون بس خزايا وعلب ايام بديك تحط سنتر بيس تكون لونة احمر يكون لونة اصفر بس كمان عندها الفخامة طبع الماربل فخامة مش بس الفخامة هو الستاتيك اللي الحلو فيه هنالفينز العروق اللي فيه الالوان وما فيه سلاب ماربل مثل التانية يعني اليوم it is a unique piece اليوم بس قص الماربل كل شقفة بتطلع عن التانية you can not put them together لانه ما بيلقطوا على بعض same as للجرانيت كمانا نفس الشي it is a unique piece لانه عم نقص نحن حجرة طبيعية عم نقص بلوك عم بيكون من مقلع طبيعي هذا الجرانيت نحن معودين على الجرانيت اللي هو بكل البيوت تقريبا لبنانية موجودة بس فيه فرايتي كمانا بالجرانيت غير الاسود فيه فيه ابيض جرانيت ابيض فيه مش كتير ابيض مايلا الابيض فيه التيتانيوم مثل السورة اللي على الشمال بالزاوية اللي الفوق وفيه الاسود مش بس النار وابسولوت ان اسولوتو او الجالاكسي اللي منعرفه ان احنا كمان فيه different patterns so it's very important always انه نروح بس نروح نسأل على كل الفرايتي الموجودة وبس بدنا نققي ما ناخد سمبل صغيرة وانه ناخد معنا شقفة خشبة كبيرة شقفة بلاطة من الارض لانه اوقات بنعمل مكسن معتش على سمبل صغيرة بس اذا ما نشوف بالجرانيت الجرانيت كبير سوف فيه عروقة اذا ما نشوف بالرخام الرخام كمان سلابز كبار ايام السمبل اللي معناها بتكون كتير صغيرة على انه يبين فيها العرض ناخد الحجم الكبير المناسب اللي بيبين وبيبين شو بدنا ناخد الحجم شو تنصحي اكتر شي ينحط شو اكتر شي خرج انه ينحط بالمطبخ اليوم اذا حدا نجا كلاين تلات ساعة عم بيسألك عم بيقلك انا ضايع مش عارف شو بدي حط بحب هيك بحب هيك بحب هيك بس انا بدي شي يضايع مني شو اول شغل بتتجاه لها شو اكتر اكتر نوع بتنقي او بتنصحي فيه انا بترك الخيار عطول لالكلاينت لانه متل ما كنا عم نحكي هلا الجرانيت كتير حلو بيعيش والماربل كتير حلو بس ليوم فيه ستينلس ستيل كمانا في عندي كل البورسلان كمانا البورسلان اتز انجينيرد سوبر هارد سوبر سترونج هيت ريزيستنت بس ستينلس شوية بتحس بيعطي لك اندستريال كمانا بس اكتر كتش المطعم او شي ما بعرف مش بيت مشان هيك ما فينا عطول نعطي مشان هيك ما فيه انا عطول اقول للكلاينت شو بانصحه انا بنصحه انه شو بتحسل الدورابيلتي تبعه بقدر وجهه بهذا بهذا المطرح في عنا الكلينت بدون بنتج لوك او بدون فارم هاوس تايل يعني بدون مثل البيت الضيعة او بيروحوا اكتر على الخشب بيروحوا على الخشب سو ادي بانز عطول شو انا انه عطول يعني نسأل مش بس نسأل السبلاير او مطرح ما عم نشتري الماتيريال طبعا عطول لازم نسأل كمانا انتيريار اركيتكت ومكس ان ماتش المود طبعنا وتيحطنا كمانا على الطريق الصح لانه بيكون في عنده تقديبا بالماتيريال بالدورابيليتي بالبرايسينج بالايام بيكون رخيص الماتيريال بس البروسس تايركا بالماتيريال بيكون بيكلف سو اتفري امبورتان عطول انه نقل مش بس كمان اس برايس اس تايل اس دورابيليتي يعني هاو كلهم لازم يكونوا مجموعين مع بعض هولي كمانا شغلة كتير مهمة انه بالاول لازم يكون الكلاينت يعني من اول تكون البداية صارت صح كلمانا بعدين ما يقع بالمشكلة هاي عطول بنشري بنقولها ونركز عليها انه يجرب من اول ينحط كل شي صح وينحكب الديتايز مثل ما هنه بالبرايس لانه بتعرفي شغلة مونيكا وقتها عم نحكي عن البرايسينج يوجي لي عطول وبلبنان بلاقي انه كتير بيقعوا بهالمشكلة بيكون الكلاينت بده شي بيجي للانتيريور اركيتكت بيجي الانتيريور ديزاينر ايه مطاعة الهم بتزبط هيدا البدجت طبعي مطاعة الهم بيزبط بيقله مطاعة الهم مطاعة الهم بيصلوا على نص الشغل بيوقعوا للكلاينت بالمشكلة يعني صار معنا تغيير وهذا الشي ما قده ورح نطلع بالبودجت اضطراينا نطلع بالبودجت بيرجعوا بيفوتوا للكلاينت بهذه الغلطة الكتير بيه وهذه الغلطة كتير منشوفة وكتير منسمع عنا انه بنص الطريق بنص الورشة بنص التثبيتات فجأة بنطب قلوله اضطراينا نطلع اوفر بودجت لانه هذي الشغلة تلعت غالية هذي الشغلة هون قديش اساسك كالكاستاركا انتو اشخاص عم تشتغلوا المصدقية مع الكلاينت او تكونوا عامنين الكالكوليشن بالبداية صح انه اليوم وقت تعطي انت برايسين ليش بدوا بنص الورشة بنص البرودجت فجأة يقلك انه اطلعنا عن البودجت طبعا انتم ما كنتوا عارفين من اول كيف تقعوا بهذه المشكلة او تقدروا تتفادوا هذي اهم شيء هذا موضوع كتير مهم باميلا انه اليوم عطول عنا البروجي مستعجل عطول بدي خلص بكرة عطول بدي قعد قبل كريسمس عطول في مستعجلين ما منع توقيت للاركيتكت او للديزاينر انه يحط برايسينج ويقعد يكون عم بيكون عم بيفتش على كل الداة اللي هو بحاجة يعوزها بالبروجيه طبعا كتير مهم انه نعطي وقت للاركيتكت انه اليوم في عنا ديزاين فيز في عنا برايسينج في عنا غير الديزاين في عبروفلز من الكلاينت بيرجع بنا روح نفتش على هيدا الماتيريال كتير مهم انه يعطي وقت للكلاينت للاركيتكت والديزاينر طبعا يفتشوا ويجيبوا اسعار بنفس الوقت بيعطوا وقت يشوفوا اذا فيه افايلبليتي اكزاكلي هادي كمانا شغل تير مهم بكرة يمكن مش موجود او جمعة الجاي او الشهر اللي جاي يمكن يبطل موجود سوعة طول لازم يكون الكلاينت عارف شو بده لازم يكون الكلاينت عم بيعطي وقت لك للنورمال بروسس اكيد اكيد يعني هون كمانا اللي بيعطول ما نقوله انه لازم كل شي من البداية يكون صح التقليع عا تكون صح بكل شي لانه اذا بيقع واحد بكتير مشاكل بيصير بكتير بروسس خاصة اذا كان البيت قريدي على عدم يعني عم بيبال شوف فيه سكراتش من الصفر عم بيطلعوا بموضاء بستايل بألوان بشو بده ان يحطوا تقسيمة البيت يعني قداش اليوم واحد بده يكون عارش مين عم يشتغل معه شو عم بيحط كرميلا يوصل على هيدا الشغلة بس كان في شغلة هك سؤال شو رح ارجع ليلا ورا حتقلتيني على الكورتز بنحط بالمطبخ فيه كورتز اكيد ومنه كتير دلكت ايضا عم يشتغل من النجاح الكورتز من الطويلة نحط موضوع من كورتز طويلة بلدية معه بيغمنت ومعه متبع رزيين وطويلة طويلة على بعضه الافانتاج بالكورتز والحلو بالكورتز ايضا تاخذي على الكورتز فيك تاخذ ألوان معينة وفيك تاخذ للماربل والجرانيت والأخرى ناشرال ستون تالي وبتاعته فخامة عنده هيدا اللوك إنه إنجينيرد من وراء الرئية من وراء التتش بس still it is good and I do recommend بيجي شوية البريسينج تبعه أغلى الأفانتاج طبعه إنه heat resistant scratch resistant نحنا منحكي heat resistant و scratch بس مش it's not heat proof يعني منه scratch proof كمان بدنا ننتبهه بدنا ننتبهه له كمان على أنه شي شوي فرجل مونيكا تانكيو كتير على المعلومات اللي عدتنا إياها اليوم هدا كانت فكرت لبنستال رح نروح بريك صغير ونرجع ونكمل